أكاسيد الحديد نحن عارفين أن الحديد له ثلاث أكاسيد الأكسيد الأولاني اللي هو أكسيد الحديد السنائي اللي هو رمزه الكيميائي FeO الأكسيد الثاني اللي هو أكسيد الحديد السلاسي اللي هو الصيغة الكيميائية بتاعته Fe2O3 الأكسيد الثالث اللي هو أكسيد الحديد المغناطيسي اللي هو الصيغة الكيميائية بتاعته Fe3O4 هنبتدي نشوف أول نوع من أنواع الأكسيد عندنا اللي هو أكسيد الحديد السنائي احنا عاوزين نعرف عن كل واحد منهم إزاي بنحضره وإيه أهم الخواص بتاعة هذا الأكسيد عندنا أكسيد الحديد السنائي اللي هو الف اي او طبعا هنا السنائي ده اللي هو عدد تأكسود الحديد زي ما احنا شايفين شكله كده عبارة عن مسحوق لونه اسود وبنحضره ازاي بنحضره بطريقتين الطريقة الأولينية عندنا بتسخين ملح عضوي اسمه أجزلات الحديد اتنين السياة الكميائية بتاعته اللي هي في المعادلة اهي F-E-C-O-O البيتوف بنسخره بمعزل عن الهواء طب ليه بمعزل عن الهواء احنا عارفين ان العدد تأكسود السنائي بتاع الحديد اقل استقرارا من عدد التأكسود السلاسل فعشان كده لو سخنته في الهواء ايه اللي هيحصل له زي ما شفنا فيه عمليات التحميص وتكون من السدريد F-E-O-C-O-2 F-E-O اول ما قابل الاكسوجين تأكسد الى F-E-T-O-C فاحنا هنا بنسخن بمعزل عن الهواء عشان خاطر ما نديش فرصة لاكسيد الحديد اتنين ان هو يتأكسد بفعل الهواء الجوي او بفعل الاكسوجين الى اكسيد الحديد ثلاثة طبعا الحاجة التانية انه بيكون من ضمن النواتج اول اكسيد الكربون اللي هو وثاني اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون هنا ده عامل مختزل فده اللي بيضمن لنا ان F-E-O هيفضل في عدد تأكسد مجاب 2 ومش هيتأكسد الى مجاب 3 ممكن ناخد سؤال على كده يقول لي ما اثر الحرارة على ملح اجزالات حديد 2 فطبعا هنقول له انه هو بينحل بالحرارة الى اكسيد حديد 2 واول اكسيد الكربون وساني اكسيد الكربون عندنا برضو ممكن ناخد هنا تمرين صغير يقول لي فسر عند تسخين اكسيد الحديد 2 بمعزن عن الهواء بيتكون اكسيد حديد 2 ولا يتكون اكسيد حديد 3 طبعا الاجابة ان غاز او الاكسيد الكربون ده هنا عامل مختزل فبيختزل اكسيد حديد 3 الى اكسيد حديد 2 او بيمنع تأكسد اكسيد الحديد 2 الى اكسيد حديد 3 عندنا بعد كده برضو بناخد تمرين تاني بيقول لي اكتب تفسيرا علميا العبارات الاتية عند تسخين اكسيد حديد 2 بمعزن طبعا السؤال 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 الاولاني اللي هو عند تسخين اكسيد الحديد 2 بمعزر الهواء يتكون اكسيد حديد 2 ولا يتكون اكسيد حديد 3 لتكون غاز او الاكسيد الكربون وهو عامل مختز وايه اللي هيحصل لو سخرنا اكسيد الحديد بشدة في الهواء طبعا اكسيد حديد 2 حيلقابل الاكسوجين ويتأكسد بواسطته الى اكسيد حديد 3 نشوف برضو كده تمرين تاني او ده هنا هو الطريقة التانية لتحضير اكسيد الحديد 2 فعندنا بيتحضر ازاي احنا هيتحضر باختزال الاكسيد الاعلى احنا عندنا الهيماطايت اللي هو اكسيد الحديد السلاسي عادة تأكسد الحديد فيه مجاب 3 الماجنطايت اللي هو اكسيد حديد مغناطيسي عادة تأكسد الحديد فيه برضو اعلى من الاتنين واقل من التلاتة لانه زي ما هنشوف بعد شوية هو اكسيد مختلط او اكسيد مركب فحنقدر نختزل الهيماطايت والماجنطايت اللي اتنين يا اما بالهايدروجين او باول اكسيد الكربون بس بشرط انه يبقى عند درجة حرارة كام من 400 ل700 لانه لو اختزلناهم عند درجة حرارة اعلى من 700 حيددون مين حيددون الحديد زي ما حصل في الفرن العالي فعندي الـ FE2 مع الهايدروجين عند درجة حرارة من 400 ل700 حيطلع لي اتنين ف اي او زائد اتش او الاكسيد الحديد المعناطيسي اللي هو الماجنطايت ف اي سري او فور برضو بالهايدروجين حيحصل له عملية اختزال عند درجة حرارة من 400 ل700 ويطلع لي ثلاثة ف اي او زائد الـ اتش او نلاحظ هنا طبعا ان النواتيك متشابهة اللي هو الاكسيد الحديد اتنين وبخار مية بالرغم من اختلاف نوع الاكسيد اللي داخل وطبعا هنا اللي حدد لي الناتج هو درجة الحرارة طيب نكمل ونشوف مع بعض الخواص الفيزيائية بتاعة اكسيد الحديد اتنين اول حاجة ان هو مسحوق لونه اسود زي ما احنا هنشوف في الصورة دلوقتي بودر كده لونه اسود وطبعا اي نوع من اكسيد الحديد غير قابلة للزوبان في الماء فعشان كده لا يزوب في الماء دي الخواص الفيزيائية بتاعته تعالوا نشوف الخواص الكيميائية اول خاصية ان هو بيتأكسد في الهواء الجوي ويتكون اكسيد الحديد السلاسي فلما بسخن اكسيد الحديد اتنين في الهواء بيتأكسد ويديني اكسيد حديد ثلاثة زي ما شوفنا برضو زي ما قلنا في المعادلات بتاعة التحميس فعندي فعندي الفي او مع الاكسجين بيدينا الفي او اوسري طبعا الاربع في الاول هي بتاعة وزن المعادل اربع الفي او والاكسجين او بيدينا اتنين الفي اوسري طيب الخاصية التانية الكيميائية اننا لو فعلته مع الاحماض المخففة بينتج ملح حديد اتنين وايه ومية نلاحظ هنا الفي او مع الاتش تو اس او وده بيبقى دايليوت بيطلع لي الفي اس او فور وال اتش تو او طب لو فعلته مع ال ه هيبقى برضو ف او زائد اتنين اتش سي ال برضو حط على سهم كلمة دايليوت ويطلع لي ف اي س او زائد اتش تو ملح التفاعلات بتاعة اكسيد الحديد اتنين فعندي تعالوا نمسك كده الفي او بيتحضر ازاي هنمسك من الشمال للمربع اللي في النص او المستطيل اللي في النص اللي هو الفي او عندي لو سخنت كربونات حديد اتنين اللي هو خامس صدريت بمعزل عن الهواء هيطلع لي الفي او وكذلك ملح اجزالات الحديد اتنين لو سخنت بمعزل عن الهواء برضو هيطلع لي ايه هيطلع لي الفي او ولو عملت اختزال لاكسيد حديد سلاسي اللي هو الفي او سري سواء كان بالهيدروجين او باول اكسيد الكربون طالما عند درجة حرارة من ربعمية لسبعمية حيبقى الناتج دايما هو اكسيد حديد سناح كذلك اكسيد الحديد المغناطيسي لو انا اختزلته باول اكسيد الكربون او بالهيدروجين هيكون الناتج برضو هو اكسيد حديد سناح طيب تعالوا نشوف بعد كده تفاعلاته هو بقى شخصيا هنمسك من الف او الناتج 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 اليمين لو سخنت مع الاكسوجين هيحصل له عملية اكسادا ويديني اكسيد حديد سلاسي لو فعلت مع حمد كابريتيك مخفف سيديني ملح كابريتات حديد اتنين وطبعا ينتج مياه لو فعلت مع حمد هيدروكلوريك مخفف سيدكون ملح حديد اتنين اللي هو كولوريد حديد سنائي ومية وانما لو حاولت ضغوبه في المية مش هيدوب في المية خلاص دي كده مخطط بيورينا التفاعلات بتاعة اللي انا بحصل منها على الاكسيد حديد سنائي واللي بيتفاعل بها اكسيد حديد سنائي ويطلع لنا الاملاح او الاكسيد السلاسي تعالوا نشوف كده تمرين سريع على الجزء ده بيقول لي عند تسخين اكسيد حديد اتنين بمعزل عن الهواء هيتكون ايه اكسيد حديد اتنين ولا اكسيد حديد تلاتة ولا اكسيد حديد مغناطيسي طبعا اكسيد حديد اتنين طالما بمعزل عن الهواء هيبقى الناتج هو ايوة اكسيد حديد سنائي ده الكلام مصبوط مش هيديني اكسيد حديد سلاسي طبعا لانه اول اكسيد الكربون اللي طالع هيكون عامل مختزن مش هيأكسيد الى اكسيد حديد سلاسي طب تعال نشوف التمرين اللي بعد ده عندنا عند تسخين اكسلات الحديد اتنين في الهواء بيتكون ايوة احنا كده قلنا بمعزل عن الهواء حيدينا اكسيد حديد اتنين يبقى في الهواء حيتأكسد بفعل الاكسوجين ويطلع لنا اكسيد حديد سلاسي نشوف كمان التمرين على الجزء ده عند تسخين اكسلات الحديد اتنين بمعزل عن الهواء ثم معالجة المادة الصلبة الناتجة بحمض الكابريتيك المخفف هيتكون ايه لازم وانا بحل السؤال لازم افكر كالآدي اكسلات الحديد اتنين حسخنها بمعزل عن الهواء يبقى هتنحل الى الاكسيد السنائي اكسيد الحديد اتنين اول وثاني اكسيد الكربون اول وثاني اكسيد الكربون دول غازات هو عاوزني اعالج المادة الصلبة الناتجة اللي هو اكسيد الحديد السنائي بحمض مخفف يبقى هتطلع لي ملح حديد اتنين ومية يبقى هتطلع لي كابريتات حديد اتنين ومية اللي هو الاختيار الاخير ده نشوف كمان تمرين بيمكن الحصول على اكسيد الحديد اتنين بكل من الطرق التالية ما عدا مديني اربع طرق هحضر بيهم اكسيد حديد اتنين واحدة منهم طبعا مش هي اللي هتبقى صحيح تسخين الحديد في الهواء تسخين اكسيد الحديد اتنين بمعزر عن الهواء تسخين اكسيد حديد ثلاثة مع الهيدروجين عند درجة ربعمية لسبعمية او تسخين اكسيد الحديد المغناطيسي مع الهيدروجين عند درجة برضو ربعمية لسبعمية اما اجي اشوف كده تسخين الحديد في الهواء بيطلع لي أكسيد الحديد المغناطيسي يبقى هي دي الإجابة اللي مش هتطلع لي أكسيد حديد اثنين بس زي ما بنقول دايما أنا بحب أن احنا نقرأ كل الإجابات عشان خاطر أبقى متأكد أن الإجابة اللي أنا اخترتها هي الإجابة المطلوبة فعلا هسخن الحديد في الهواء هيطلع لي أكسيد حديد المغناطيسي يبقى هي دي الإجابة المختارة ولكن تسخين أجزالات الحديد 2 بمعزن عن الهواء هيطلع لي أكسيد حديد 2 اختزال أو تسخين أكسيد حديد سلاسي أو الأكسيد المغناطيسي عند درجة 400 إلى 700 برضو حيدينا أكسيد حديد 2 نشوف كمان تمرين كل المركبات التالية تعطي نفس الناتج الصلب عند التسخين بشدة بمعزن عن الهواء معدل برضو مديني ثلاث مركبات والثلاث مركبات دول لما حسخنهم تسخين شديد بمعزن عن الهواء هيطلعوا لي ناتج واحد ما عدا واحد فيهم هو اللي هيطلع لي ناتج مختلف فأجزالات حديد 2 هيطلع لنا بمعزن الهواء أكسيد حديد 2 كويس كربونات حديد 2 بمعزن عن الهواء برضو هيطلعني أكسيد حديد 2 طيب كابريتات حديد 2 لو سخلناها تسخين شديد حتى وهي بمعزن عن الهواء هيطلع لي أكسيد حديد ثلاثي زي ما هنشوف كمان شوية وده هو يبقى الاختيار اللي احنا عاوزينه إن كابريتات حديد 2 إذا سخنت تسخينا شديدا لا تعطي نفس الناتج اللي بيطلعه أكسيد حديد 2 أكسيد حديد 2 وكربونات حديد 2 نشوف كمان تمرين الملح العضوي الذي ينحل حرارياً معطياً ثلاثة أنواع من الأكسيد هو أجزالات حديد 2 ولا كربونات حديد 2 ولا كابريتات حديد 2 ولا أسيتات حديد 2 طبعاً الملح العضوي اللي بينحل ويديني ثلاثة أنواع من الأكسيد اللي هو الأجزالات اللي بيطلع لنا الف اي او و سي او و سي او تو أكسيد حديد 2 وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون تعالوا ننقل بعد كده على الأكسيد الحديد الثلاسي هناخد أكسيد الحديد الثلاسي اللي هو الف اي تو او سري وبرضو زي ما اتفقنا احنا بنشوف ازاي بيتحضر وبعدين بنشوف الخواص بتاعته فعندنا اولاً هو ده الشكل بتاعه عبارة عن صخور وزي ما احنا شايفين كده لونها أحمر زي ما حنعرف الخواص بتاعته بعد كده اول حاجة بنشوف بيتحضر ازاي بيتحضر بإضافة محلول قلوي زي مثلاً هيدروكسيد الأمونيوم هيدروكسيد السوديوم هيدروكسيد بوتاسيوم أي قلوي إلى أحد أملاح أحد محلي الأملاح الحديد الثلاسي فيوم يتكون راس بني محمر من هيدروكسيد الحديد الثلاسي بناخد هيدروكسيد الحديد الثلاسي ده نسخانه لدرجة حرارة أعلى من 200 درجة فنقوم ينحل إلى أكسيد الحديد الثلاسي اللي هو بنسميه الهيماطايت والمية. تعال نشوف المعادلات بتاعة الجزء اللي احنا قلناه ده. لو عندي F, E, C, L, S, R. ملح من أملاح حديد ثلاثة. قولوريت حديد ثلاثة. زائد قلوي. ثلاثة NH4OH. لما هيتفعلوا مع بعضهم في حالة المحليل هيتطلع لي ثلاثة NH4CL زائد F, E, O, H, B, S, R. ده هنا راسب بيطلع في شكل راسب لون بني محمر من هيدروكسيد الحديد السلاسي. لو خدتوا سخنتوا لدرجة حرارة أعلى من 200 درجة حيدينا أكسيد الحديد السلاسي ومية نتيجة أنه هو بينحل بالحرارة إلى الأكسيد السلاسي ومية. الطريقة التانية لتحضير أكسيد الحديد السلاسي بتسخين كابريتات الحديد السنائي إلى تسخين شديد سواء كان في الهواء أو بمعذر عن الهواء. لما بتنحل بالحرارة على فكرة بنغلط ناس كتير بتغلط في الغلطة دي. لما بينحل بيكتبوا فيها أنها بتنحل وتديني F, E, O و S, O, C. طبعا ده هنا خطأ وخطأ شائع من معظم الطلب. فنحن نخلي بالنا أن كابريتات الحديد اتنين لما بتنحل بيحصل لها عملية أكسادة واختزال ذاتي. هي نفسها جزء منها بيتأكسد وجزء آخر بيحصل لها عملية اختزال. فالحديد بعد ما كان عدد تأكسده موجب اتنين بيطلع أكسيد الحديد سلاسي فعدد تأكسد موجب ثلاثة. حصل عملية أكسادة. البعد كده بيطلع غزين اتنين. ال S, O, T, O, S, O, C. طبعا هنا الكابريت اللي كان داخل اللي هو في مجموعة الكابريتات ده هو. الكابريت ده هو عدد تأكسده كان موجب ستة. واحد منهم او كابريتة منهم اللي أنا مداخل اتنين جزء. واحد منهم حصل له عملية اختزال وطلع موجب اربعة اللي هو في ال S, O, T, والتاني طلع ال S, O, C. ده كده تحضير كابريتات اكسيد الحديد السلاسي مرة من كابريتات والمرة التانية اللي احنا كنا شفناها قبل كده من تسخين هيدروكسيد الحديد السلاسي تسخين شديد اعلى من 200 درجة مقاوي. طيب اللي هو اكسيد حديد اتنين لو سخنته بشدة هيديني اكسيد حديد تلاتة في الهواء. او اكسيد ما انا قطيسي برضو لو سخنته هيديني اكسيد حديد تلاتة. فالاكسيد الاقل لو سخنتها هيصلى عملية اكسادة ويطلع لنا الاكسيد السلاسي. طيب تعالوا نشوف الخواص بتاعة اكسيد الحديد السلاسي. اول حاجة ان هو عبارة عن مصحوق لونه احمر ولا يزوب في الماء. طبعا احنا قلنا ان الكسيد الحديد كلها ما بتدوبش في الماء. ولان هو مصحوق احمر اللون زي ما احنا شايفين كده بيستخدم كلون احمر في الدهنات. ده الاهمية الاقتصادية بتاعة اكسيد حديد سلاسي ان احنا بنستخدمه كلون احمر في الدهنات. تعالوا نشوف بقى الخواص الكيميائي. اول خاصية من الخواص الكيميائية انه هو لا يتفاعل مع الاحماض المعدنية المخففة ولكنه يتفاعل مع الاحماض المعدنية المركزة الساخن. يعني اكسيد حديد سنائي اللي خدنا في الأول بيتفاعل مع الأحماض المخففة وإنما أكسيد حديد سلاسي بيتفاعل مع الأحماض المركزة الساخن فبيتكون إيه؟ بيتكون ملح حديد ثلاثة ومي فلو خدت الـ Fe2O3 مع ثلاثة H2SO4 وكاتبين على الساهم أهو كلمة كونك اللي هو اختصار كلمة كونسنتريتد حيتكون Fe2SO4 by 3 زائد ثلاثة H2O طيب لو خدت نفس الأكسيد ده هو دي هي ريت نعملها كده مع بعض وإحنا قاعدين ونشوف الناتج حيطلع إيه؟ لو خدت الـ Fe2O3 زائد HCL برضو كونسنتريتد حيطلع لنا إيه؟ حيطلع لنا FeCl3 زائد H2O ولما نيجي نوزل المعادلة حيبقى برضو عندنا اتنين فيه اتنين حديد فحيطلع اتنين FeCl3 وحيطلع تلاتة مية عشان خاطر الأكسوجين وحيبقى داخل معايا ستة HCL يبقى المعادلة هتبقى Fe2O3 زائد ستة HCL كونسنتريتد هيطلع لنا اتنين FeCl3 وثلاثة H2O عندنا كمان حاجة مهمة قوي نخلي بالنا أن أكسيد الحديد السلاسي مش بيتأكسد ليه؟ لأن طبعاً احنا عارفين أن دي حالة استقرار للحديد أن عدد التأكسد مجب ثلاثة المستوى الفرع 3 دي بيكون نصه ممتلئ وبالتالي صعب أن أحوله إلى عدد تأكسد أعلى من كده وبالتالي ما بيتأكسدش إلى أكسيد حديد أعلى من كده طيب طيب أنا شوف الملحوظة دي مع بعض لما بضيف محلول قلوي إلى محلول من أملاح الحديد ثلاثة بيترسب هيدروكسيد الحديد السلاسي اللي هو لونوبوني محمر ولما بسخنه لدرجة حرارة أعلى من 200 بنحصل على أكسيد حديد سلاسي طيب لو ما وصلت الأكسيد حديد سلاسي وسخنته لدرجة حرارة أعلى من 700 نقدر نحصل على الحديد يعني أنا من ملح حديد ثلاثة زي مثلا كابريتات حديد ثلاثة كلوريح حديد ثلاثة نطرات حديد ثلاثة أقدر أحصل على الحديد إزاي بضيف قلوي يتكون لي هيدروكسيد الحديد السلاسي أسخنه لدرجة حرارة أعلى من 200 يديني أكسيد حديد سلاسي وبعدين أختزل الأكسيد السلاسي سواء بالهيدروجين أو الأكسيد الكربون أو بالخليط ما بينهم اللي هو الغاز المائي يوم يطلع لنا أكسيد يطلع لنا الحديد وأقدر برضو أرجع أخذ الحديد وأخذ منه أي ملح من أملاح الحديد بعد كده طيب تعالي نشوف المخطط ده كده بيظل خاص لنا برضو التفاعلات بتاعة الأكسيد السلاسي فلو أنا خدت الليمونات طبعا سخنته هيطلع لنا الـ ده طبعا مراجعة على كل اللي فات هيدروكسيد الحديد السلاسي لو سخنته الأعلى من 200 هيديني أكسيد حديد سلاسي كابريتات حديد 2 لو سخنتها تسخين شديد هيطلع لي أكسيد حديد سلاسي أكسيد حديد 2 أو أكسيد حديد مغناطيسي لو سخنتهم في الأكسوجين هيطلعوا لي برضو أكسيد حديد سلاسي طيب بعد كده عاوزين نشوف النحية التانية اللي هو التفاعلات بتاعة أكسيد حديد سلاسي مع حمد الكابريتيك المركز بيطلع لي كابريتات حديد ثلاثة ومية مع أول أكسيد الكربون أو الهيدروجين عند درجة حرارة من ربعمية لسبعمية حيطلع لي أول أكسيد الحديد السنائي آسف ولو سخمتوا لدرجة حرارة أعلى من سبعمية حيطلع لي الحديد نفسه تعالوا نشوف كده مع بعض تمرين صغير بيقول لي ما أثر الحرارة على كل مما يأتي عندنا كابريتات الحديد الثنين إيه أثر الحرارة عليها؟ هيتكون أكسيد الحديد السلاسي وساني أكسيد الكابريت وسالس أكسيد الكابريت طيب أكسلات الحديد الثنين أثر الحرارة عليها طبعاً هيتكون أكسيد حديد الثنين وأول وساني أكسيد الكربون سؤال تاني بيقول لي أكتب تفسيراً علمياً لكل من العبارات الآتية عند تسخين كابريتات الحديد اتنين يتكون اكسيد الحديد السلاسي ولا يتكون اكسيد الحديد السناي طبعا الكلام ده احنا قلناه واحنا بنشرح قلنا ان كابريتات حديد اتنين لما بنسخنها بيحصل زي اعمالية اكسادة واختزال ذاتي لكابريتات الحديد وبالتالي بيتكون عندنا اكسيد حديد اتنين واكسيد حديد ثلاثة وثاني اكسيد الكابريت وثالث اكسيد الكابريت طيب برضو التفصيل اللي بعد كده بيقول لي عند تسخين اكسادات الحديد اتنين بمعزل عن الهواء يتكون اكسيد حديد اتنين ولا يتكون اكسيد حديد ثلاثة طبعا هنا قلنا برضو أن الناتج مع الأكسيد السنائي اللي هو أول أكسيد الكربون ده بيكون عامل مختزل وبيمنع أجساد أكسيد حديد 2 إلى أكسيد حديد 3 تعالوا نشوف تمرين تاني مع بعض بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة عند تسخين كابريتات حديد 2 بمعزن عن هواء يتصعد غزين ويتكون كابريتات حديد 2 بسخنها فبيتكون طبعا أكسيد حديد ثلاثي وطبعا ثاني وثالث أكسيد الكابريت يعني أنا هختار من الإجابات اللي قدامي مش هختار أكسيد حديد 2 هختار أكسيد حديد 3 اللي هو رقم به ومش هختار طبعا اللي بعد كده اللي هو كابريتات حديد 3 ولا أكسيد حديد مغناطيسي تعالوا نشوف التمرين اللي جاي ده كمان بيول ينحل هيدروكسيد الحديد 3 حراريا إلى هيدروكسيد حديد 3 تعالوا نفكر مع بعض هيدروكسيد الحديد 3 لما بينحل بالحرارة عند درجة حرارة أعلى من 200 بيطلع لنا تسخين أكسيد حديد 3 بيطلع لنا هيدروكسيد حديد 3 بيطلع لنا أكسيد حديد 3 ومي يبقى هختار الاختيار رقم 2 اللي هو أكسيد حديد ثلاثي ومي نشوف كمان تمرين تاني مع بعض يمكن الحصول على أكسيد الحديد الثلاثي بكل من الطرق التالية ما عدا أكسيد حديد ثلاثي هحصل عليه بأحد الطرق اللي جاية دي ما عدا واحدة منهم لا تسخين كابريتات حديد 2 دي بيطلع لي أكسيد حديد 3 طب تسخين كابريتات حديد 3 دي ما بتطلع ليش كابريتات أكسيد حديد 3 طيب لو قلت تسخين أكسيد الحديد المعناطيسي في الهواء حيتأكسد وديني أكسيد حديد 3 تسخين أكسيد الحديد 2 في الهواء حيتأكسد وديني أكسيد حديد ثلاثي يبقى الاختيار رقم 2 هو اللي الطريقة اللي مش بتصلح لتحضير أكسيد حديد سلاسي طيب تعالوا نشوف كمان سؤال مع بعض بيقولي للتمييز بين أكسيد الحديد 2 وأكسيد الحديد 3 طبعا احنا قلنا أكسيد حديد 2 بيتفاعل مع الأحماض أيوة المخففة أكسيد حديد 3 بيتفاعل مع الأحماض المركز طيب تفتكروا أكسيد حديد 2 اللي بيتفاعل مع الأحماض المخففة هيتفاعل مع المركز أه طبعا هيتفاعل مع المركز وإنما الأكسيد السلاسي اللي بيتفاعل مع الأحماض المركزة لا يتفاعل مع الأحماض المخففة يبقى معنا كده أن أنا هدور على أن أنا أستخدم حمض من الأحماض اللي قدامي دي يكون مخفف عشان يتفاعل مع الأكسيد السنائي ولا يتفاعل مع الأكسيد السلاسي يبقى الاختيار بتاعه هيبقى حمض الكابريتيك المخفف لأنه هيتفاعل مع الأكسيد السنائي ولا يتفاعل مع السلاسي طيب تعال نشوف كمان التمرين مع بعض للتمييز بين المادة الصلبة النتجة من تسخين أجزلات الحديد اتنين بمعزل عن الهواء والمادة الصلبة النتجة من تسخين كابريتات الحديد اتنين يمكن استخدام طبعا هنا السؤال هو هو تقريبا بس باسلوب آخر المادة الصلبة النتجة من تسخين أجزلات الحديد اتنين اللي هي أكسيد حديد سنائي طيب المادة الصلبة النتجة من تسخين كابريتات حديد اتنين هي اكسيد حديد ثلاثي بمعنى كده ان انا كأنه بيقول لي ازاي تميز ما بين اكسيد حديد اتنين و اكسيد حديد تلاتة وطبعا زي ما قلنا قبل كده هستخدم حمض مخفف زي مين زي حمض الكابريتيك المخفف اللي هو من الدهوني في الاختيار رقم واحد والحمض المركز هيتفعل معهم هما الاتنين مش هيصلح للتمييز طب ليه مش هستخدم الازابة في الماء برضو لان هما الاتنين ما بيدوبوش فين في الماء نشوف كده مع بعض اخر نوع من انواع الاكسيد اللي هو اكسيد الحديد الماناطيسي اللي هو الاسم التجاري بتاعه الماجنطايت FE3O4 طبعا اول حاجة قلنا عليها ان احنا بنحضره ازاي اول حاجة بنحضره بيا اما خدناها في الخواص بتاعت الحديد اما بتسخين الحديد مع الهواء او مع الماء ده شكل اكسيد الحديد الماناطيسي او الماجنطايت وهو في الخام بتاعه تعالوا نشوف ازاي بيتحضر ياما بامرار الهواء على حديد المسخن لدرجة الحمرار فبيديني اكسيد الحديد الماناطيسي ثلاثة FE زائد اتنين O2 بيدينا FE3O4 ياما الطريقة التانية اللي هو بامرار بخار الماء على الحديد المسخن برضو لدرجة الحمرار عند درجة 500 درجة مقوية فبيبقى عندي ثلاثة FE زائد اربعة H2O بيدينا FE3O4 زائد اربعة H2O الطريقة التالتة لتحضير برضو الاكسيد الماناطيسي ان انا اختزل اكسيد الحديد السلاسي بس هنا بقى عند درجة حرارة من 230 ل300 فعندي ثلاثة FE2O3 مع CO او هنا برضو ممكن نحق ال H2 مفيش مشكلة خالص عند درجة حرارة من 230 ل300 هيطلع لي الثلاثة FE3O4 زائد CO2 نخلي بالنا انا هنا عاوز بس نقف واقفة صغيرة اكسيد الحديد السلاسي له ثلاثة معادلات اختزائي المعادلة الاولى اللي احنا شايفينها قدامنا دي اكسيد الحديد السلاسي باول اكسيد الكربون او الهيدروجين من 230 ل300 حيطلع لي اكسيد حديد مغناطيسي 300 حيدينا اكسيد حديد سنائي عند درجة حرارة اعلى من 700 حيطلع لي الحديد يبقى درجات الحرارة دلوقتي هي اللي بتحدد لي نوع الايه؟ نوع الناتج لو غيرت هنا درجة الحرارة خلتها من 400 ل700 حيبقى هنا الناتج FEO زائد CO2 لو غيرت هنا درجة الحرارة خلتها over 700 حيبقى عندي FE بس زائد برضو CO بتاعنا نشوف كده الخواص بتاعة اكسيد الحديد المغناطيسي اول حاجة ان هو لونه اسود زي ما احنا شايفين كده طبعا ده عبارة عن مغناطيس قوي وعبارة او بنسميه اكسيد مركب او بنسميه اكسيد مختلط ليه؟ لانه بيتكون من خليط من الاكسيد الحديد 2 واكسيد الحديد 3 يعني FEO زائد FE2O3 بيطلع لنا او بيكون الناتج اللي هو اكسيد واحد بس من او جزيء واحد بس من اكسيد الحديد المغناطيسي اللي هو FE3O4 ازاي نسبة الكلام ده؟ ما عنديش غير التفاعل مع الاحماض زي ما هنشوف كمان شوي طيب الخواص الكيميائية بتاعته اول حاجة ان هو بيتأكسد بفعل الهواء الجوي لما بسخنه في الهواء الجوي او في الاكسوجين ويطلع لنا اكسيد حديد سولاسي زي ما شوفنا قبل كده اثنين FE3O4 زائد نص او تو بيدينا تلاتة FE2O3 الخاصية التانية بقى اللي هي التفاعل مع الاحماض المركزة هي دي اللي بتثبت فعلا ان هو اكسيد مختلط او اكسيد مركب ازاي؟ لما بسخنه مع حمض مركز بيطلع لنا ملح حديد اثنين وملح حديد تلاتة مخروطين على بعض ومية ده دليل على ان الاكسيد المغناطيسي بيحتوي على الحديد في حال التأكسد موجب اثنين بدليل انه طلع لي ملح حديد اثنين بيحتوي على ايون حديد موجب تلاتة بدليل انه طلع لي كابريتات حديد تلاتة او ملح حديد تلاتة زي ما احنا شايفين كده مواخدين مثال حمض كابريتيك مركز اه مع الاف اي سري او فور بيطلع لنا اف اي اس او فور زائد اف اي تو اس او فور باي سري زائد اه اتش تو او طبعا هنا اه ممكن يسألني بسهولة جدا يقول لي كيف يمكنك التمييز بين الحديد حديد واكسيد الحديد المغناطيسي باستخدام حمض الكابريتيك المركز طيب افكر كده معاكم ازاي ما يزمى بينهم هفعلهم هما الاثنين مع حمض كابريتيك مركز اكسيد الحديد المغناطيسي زي ما احنا شايفين كده المعادلة ما فيهاش اي نوع من انواع الغازات فيها كابريتات حديد اتنين وفيها كابريتات حديد ثلاثة ومية انما لو كان المتفاعل هنا حديد وحمض كابريتيك مركز حيبقى الناتج عبارة عن اف اي اس او فور و اف اي تو اس او فور باي سري ومية زائد هنا اربعة اس او تو اللي هو ثاني اوكسيد الكابريد وثاني اوكسيد الكابريد ده غاز اقدر اكشف عنه بسهولة ان هو زي ما قلنا قبل كده ان هو بيخضر ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمدة بحمض الكابريتيك المركز طيب لو حطينا على ال اف اي سري او فور حمض هيدروكلوريك مركز يعني بدل ال اتش تو اس او فور دي حط اتش سي ال حيبقى ايه حيبقى هنا الناتج اف اي سي ال تو حيبقى هنا اف اي سي ال سري حيبقى هنا برضو مية بس وزن المعادلة بقى حيكون كالادي حيبقى هنا اه في تمانية اتش سي ال هيبقى اف اي سي ال تو اتنين اف اي سي ال سري و تمانية اتش تو اه تعالوا نشوف تمرين كده مع بعض عشان نثبت المعلومة اللي احنا اخدناها اه بيقول لي اكتب تفسيرا علميا لكل منه تتكون مخلوط من ال اف اي سي ال سري وال اف اي سي ال تو عند اضافة حمد الهايدروكلوريك المركز الى خام المجنطايت طبعا الاجابة لان خام المجنطايت عبارة عن اكسيد مختلط او اكسيد مركب يحتوي على جزء من ال اف اي او وجزء من ال اف اي تو اسري فعند تفاعلها مع الاحماض المركزة ينتق خليط من املاح حديد اثنين و املاح حديد ثلاثة اه برضو نفس السؤال بس جاي بسلوب اخر تكون مخلوط من كابريتات حديد اثنين و كابريتات حديد ثلاثة عند اضافة حمد الكابريتيك المركز الى المجنطايت برضو الاجابة نفسها المجنطايت عبارة عن اكسيد مختلط بيتكون من اكسيد حديد اثنين و اكسيد حديد ثلاثة نشوف كمان تمرين عندنا عند امرار طيار من بخار الماء على الحديد المسخل لدرجة الحمرار عند درجة 500 درجة مقوية ثم اضافة حمد الكابريتيك مركز الى الناتج يتكون طبعا هنا لما بمرر بخار مية على حديد مسخل لدرجة الحمرار بدين اكسيد حديد معناطيسي اللي هي الاجابة رقم واحد ولكن بعد كده هو بيقول لي ان انا حضيف عليه حمد الكابريتيك مركز طب حمد الكابريتيك مركز على اكسيد حديد معناطيسي هيطلع لي خليط من الاثنين اللي هو كابريتات حديد اثنين و كابريتات حديد ثلاثة انا هختار الاجابة رقم دال او الاجابة الرابعة اللي هو خليط من كابريتات حديد اثنين و كابريتات الحديد ثلاثة شوف كمان تمرين مع بعض عند تفاعل الكولور مع الحديد الساخ بفاعل الحديد مع كلور وبسخن هيطلع لنا كلوريد حديد ثلاثي طيب لما ضيف على كلوريد الحديد السلاسي هيدروكسيد السوديوم قلوي يبقى حيدينا ايه؟ حيدينا ايوه هيدروكسيد الحديد السلاسي اللي هو الاجابة الثالثة طيب تعالوا شوف مع بعض برضو تمرين بعد كده بيقول يمكنك الحصول على اكسيد الحديد المغناطيسي بكل من الطرق التالية ما عدا طريقة واحدة بس هي اللي مش هتطلع لي اكسيد حديد مغناطيسي تعالوا شوف مع بعض الاختيارات امرار طيار من الهواء على حديد ساخن لدرجة 500 امرار طيار بخار الماء على حديد ساخن لدرجة 500 طبعا دول حيطلعوا لي اكسيد حديد مغناطيسي طيب تسخين الهيمطايت مع اول اكسيد الكربون والهيدروجين عند درجة 230-300 برضو حيطلع لي اكسيد حديد مغناطيسي وانما تسخين اكسيد الحديد السنائي مع احد العام المختزلة سواء كان هيدروجين او اول اكسيد كربون طبعا ده هنا هيطلع لنا الحديد لو انا بسخن في درجة حرارة اعلى من 700 يبقى مش هو ده اللي هيطلع لي اكسيد الحديد مغناطيسي تبقى الاجابة بتاعتي هي الاجابة الاخيرة اللي هي تسخين اكسيد حديد اثنين مع العوامل المختزة طيب نشوف كمان تمرين مع بعض للحصول على كابريتيد الحديد اثنين من كولوريد الحديد ثلاثة انا عندي كولوريد حديد ثلاثة وعاوز اطلع منه كابريتيد الحديد اثنين طيب كابريتيد الحديد اثنين بيجي منين كويس بيجي من تفاعل الحديد مع الكابريد يبقى انا لازم احصل على الحديد من كولوريد الحديد الثلاثي ازاي بقى احصل على الحديد من كولوريد الحديد الثلاثي وبعدين اسخانه مع الكابريت تعالوا نشوف الاختيارات اضافة محلول قلوي والتفاعل الناتج مع الكابريت طبعا لما حضيف محلول قلوي حيديني هيدروكسيد حديد ثلاثة مش هيتفعل مع الكابريت لسه طيب اضافة محلول قلوي ثم تسخين الناتج اللي هو اكسيد حديد سلاسي وبعدين هختزل اكسيد حديد سلاسي عن درجة حرار اعلى من 700 درجة سيلزيوس وبعدين الناتج افعله مع الكابريت تعالوا نفسص الخطوات دي كده مع بعض بديف قلوي على هيدروكسيد كلوريد حديد ثلاثة يوم يطلع لنا هيدروكسيد حديد ثلاثة اسخنه لدرجة حرارة اعلى من 200 يديني هيدروكسيد حديد سلاسي اخذه بعد كده اختزله عن درجة حرارة سبعهم اعلى من 700 يطلع لي الحديد افعل الحديد مع الكابريت يطلع لي كابريتات حديد اثنين يبه هو الاختيار رقم اثنين طيب لو دفت الحمد الكابريتيك مركز ده هيطلع لي كابريتات حديد ثلاثة مش هيتفاعل مع الكابريت طيب تعال نشوف كمان تمرين مع بعض للحصول على كابريتات الحديد اثنين كابريتات حديد ثلاثة من الحديد اي الطرق التالية يمكن اتبعها عاوز اجيب كابريتات حديد ثلاثة من الحديد طبعا كابريتات حديد ثلاثة عشان تتكون لازم يكون عندي اكسيد حديد سلاسي وافعله مع حمد مركز ساكل طيب ازاي يجيب بقى اكسيد حديد ثلاثة من الحديد هو ده اللي احنا هنشوف اضافة حمد كابريتيك مخفف الى الحديد ده هيطلع لينا كابريتات حديد اثنين طيب لو ضفت حمد كابريتيك مركز هيطلع لينا خليط من كابريتات حديد اثنين وثلاثة طيب لو مررت الطيار من الهواء على الحديد يطلع لي أكسيد حديد ثلاثي أضيف له حمد كابريتيك مركز يوم يطلع لي كابريتات حديد ثلاثة يبقى الاختيار الأخير هو ده الاختيار الصحيح تعالوا برضو نشوف كده مع بعض التمرين اللي جاي وده يمكن تمرين مختلف شوية عن اللي قبل كده بيقول لي في المخطط الذي أمامك قدامنا المخطط أهو بيقول لي أكتب الصيغة الكيميائية لكل من المركبات A و B و C مع كتابة معادلات التفاعل في كل حال المخطط دايما بيبقى له مفتاح الإجابة اللي هو الحاجة المعلومة المستطيل اللي أنا بشاور عليه ده 2FEOHB3 لو بسخنوا لدرجة حرارة أعلى من 200 هيطلع لنا نفكر كده مع بعض هيطلع أكسيد حديد ثلاثي اللي هو الـ FE2O3 طيب بعد كده هاخد الـ FE2O3 ده وهسخنه مع أول أكسيد الكربون عند درجة حرارة من 200 230 ل300 ده هيطلع لنا أكسيد حديد مغناطيسي هيكون الناتج هنا الـ B اللي هو أكسيد الحديد المغناطيسي زائد ثاني أكسيد الكربون يبقى المركب إيه هو أه أه الـ FE2O3 المركب B الـ FE3O4 المركب C اللي هو الـ CO2 نشوف كمان تمرين تاني مع بعض بنفس الفكرة كده برضو بيقولي في المخطط الذي أمامك أكتب الخاصية الكيميائية لكل من المركبات A و B و C مع كتابة معادلات التفاعل في كل حد تعال نشوف كده مع بعض الـ FESO4 لما بسخنها تسخين شديد بيطلع لي FE2O3 طيب مع ثلاثة سي أو هيطلع لنا طبعا المفروض هنا يبقى بسخن هسخن لدرجة حرارة شديدة طبعا الثلاثة سي أو ده يبقى معنا كده أننا هختزل الأكسيد السلاسي اختزال تام وحيطلع لنا الدي هنا اللي هو الحديد الحديد لما هسخنه مع الكولور حيدينا مركب C اللي هو كولوريد الحديد السلاسي برضو عندنا فيه تمرين تاني برضو فيه مخططات أو فيه منظومات بالشكل ده كده تعالوا نشوف مع بعض عندي الـ FEO لما حب أحوله إلى الـ FESO4 هفعله مع مين أيوة هفعله مع حمد كابريتيك مخفر طيب لو سخنت الـ FESO4 هيطلع لنا الـ FE2O3 وبعدين بعد كده هاخده أسخنه مع أول أكسيد الكربون عند درجة حرارة من 230 ل300 فيقوم يطلع لنا الـ FE3O4 اللي لو خدته تاني اختزلته بأول أكسيد الكربون أو بالهيدروجين عند درجة حرارة 400 ل700 يدينا مين يدينا الـ FEO طبعا هنا المنظومة التانية اللي هي ناحية اليمين عندي الـ FE2O3 اللي هو اللي فوق ده عاوز أحوله إلى حديد يبقى هاختزله بأول أكسيد الكربون أو الهيدروجين عند درجة حرارة أعلى من 700 عند درجة لو خدته هو نفسه الحديد وسخنته لدرجة الاحمرار مع الأكسوجين أو بخار الماء ها يديني الـ FE3O4 الـ FE3O4 يأما أخده أكسده أو أرجع تاني للـ FE2O3 أو أخده أختزله من 400 ل700 بواسطة أول أكسيد الكربون أو الهيدروجين يديني الـ FEO اللي لو سخنته مع الأكسوجين مرة تانية يرجعني إلى أكسيد حديد سولاسي شوف المنظومة الأخيرة اللي هي التالتة لو خدت الـ FE وعاوز أحوله إلى FECL3 هيطلع لنا هيبقى هفعله مع الكلور وبعدين عاوز أحوله إلى F-E-OH-B-3 يبقى هفعله مع قلوي زي الـ NH4-OH عاوز أحوله إلى F-E-T-U-S-R يبقى هسخنه لأعلى من 200 وبعدين عاوز أرجع تاني للحديد أقوم أختزله بأحد العوامل المختزلة سواء في فرن العالي بأول أكسيد الكربون أو في فرن مدريكس بالغاز الماء بكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة